رسالة غريبة مستخبية داخل عشر كيلو من الدهب الرسالة دي تلعت من ليبيا وتحديداً من عند معمر القذافي ووصلت لحد لبنان وهناك الكل ارتبك حرفياً لما شافوا كلام الزعيم الليبي اي حكاية الرسالة دي واي قصة التفاحة اللي ضعف قدامها معمر القذافي تعالوا نعرف التفاصيل في خمسة بالعربي حادث دبلوماسي أدى لقطع العلاقات بين ليبيا ولبنان والسبب كان رسالة من العقيد معمر القذافي إلى وزير الخارجية لبناني فارس بويد وزير الخارجية بيحكي خلال حوار دي في جريدة الشرق الأوسط عن الرسالة دي وبيقول أنه في يوم جاله سفير ليبي على أساس أنه معاه رسالة من العقيد معمر القذافي كانت الرسالة عبارة عن كتاب كارتون لونه أخدر ومطاعم بالدهب أو بالحبر الدهبي ووزنه حوالي 10 كيلو جرام ويمكن كمان يكون 12 كيلو وبيكمل وزير الخارجية وبيقول أنه استلم الكتاب من السفير الليبي وكأنه معاهدة دولية مصيرية ففتح وقرأ سطر منه كان بيتكلم فيه عن مؤامرة ولاد العم والنصار على الأمة العربية وزير الخارجية قرأ الكلمات دي وبسرعة أفل الكتاب ورماف أحضان السفير وقال له بالنص قول للعقيد القذافي أن الكتاب ده غير مقبول على الإطلاق وقال له كمان أننا من العرب الأصليين ونصار لبنان أعادوا النهضة العربية بعد 450 سنة من التتريك ومن اختفاء اللغة وكمل بويس كلامه لسفير الليبي وقال له أن نصار لبنان حفظوا اللغة العربية في أديرتهم من خلال مطابعها ورهبانها وطلب كمان أنه يوصل للعقيد القذافي أنهم هم اللي خلقوا الفكر السياسي العربي لحد ما جات المفاجأة بقرار بويس المفاجئ علشان يقول للسفير الليبي اعتبر نفسك يا سعادة السفير غير مرغوف فيك لو ما جاليش كتاب عتزار فورا ولأن الأمر مستبعد اعتبر نفسك شخص غير مرغوف فيه والده هو وطاقم السفارة الليبية 48 ساعة علشان يسيبوا لبنان وبالفعل غادر السفير الليبي لبنان ورح بويس لمجلس الوزراء لأن صلاحية إخراج السفير من لبنان هي صلاحية وزير الخارجية أما صلاحية قطع العلاقات فدي بتحتاج لقرار مجلس وزراء وطلب بويس من المجلس قطع العلاقات الدبلوماسية وده اللي حصل علشان تتسبب رسالة القذافي في القطيعة دبلوماسية بين بلاده وبين بيروت بويس أكد أن الموقف اللي خده من الرسالة ما كانش موقف طائفي لكنه كان عايز يذكر الرئيس القذافي بالقواعد والأصول وعد الوقت وكان مع كل مؤتمر خارج لبنان كان السفير الليبناني بيقول بويس أن السفير الليبي اتصل بي وأن وزير خارجية ليبيا عايز يقابله لكن الرد الوزير الليبي كان دايماً بحاجة وحدة وهو أنه مش هيقابله بدون ما يكون معاك تابع تزار وكمان يعرضه على السفير الليبناني علشان يتأكد من أن مضمونه مناسب قبل ما يستقبله كل ده كوم وسبب عودة العلاقات الليبنانية الليبية كومتاني وشيء غريب جداً لبنان كانت بتصدر التفاح لليبيا وبويس من منطقة معتمدة على زراعة التفاح واللي خلت بويس يزداد ضغطات تجارية كتير لكنه كان دايماً بيرود ويقول أن كرامتنا الوطنية أهم من التفاح مرت سنتين على الوقع وفي يوم من الأيام كان بويس في القاهرة لما جاله لسفير اللبناني وقاله أن وزير الخارجية الليبي اتصل بي وأبلغه بمضمون رسالة اعتذار كانت مقبولة للجانب اللبناني ورجعت العلاقات من تاني بين البلدين عشان تكون دي من أغرب مواقف الأزمات الدبلوماسية اشتركوا في القناة